استقالة وزيري الطرق وبناء المدن ووزير الصناعات والمناجم والتجارة ليصل بذلك عدد الوزراء المقالين والمستقيلين في غضون شهرين إلى أربعة وزراء استقالات تزيد الصداع المزمن للرئيس الإيراني وتزيد قلقه على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات في البلاد ويكشف وزير النقل وبناء المدن الإيراني عباس أخواندي في بيان استقالته بأنه قرر الاستقالة من منصبه ثلاث مرات في العام الماضي لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المبنية على تدخل الدولة بشكل كبير في السوق وطريقة إدارة الوضع الاقتصادي المتدهوري أصلا في البلاد فضلا عن الظروف القاسية الجديدة التي نجمت عن العقوبات الأمريكية واقع يبدو غير الذي تحاول طهران ومن خلفها النظام فيها ترويجه فيما يكشف عجزا كبيرا تنامت على إثره روح التمرد ليس عند الطبقة الفقيرة فحسب بل امتد ليشمل السياسيين والنواب هؤلاء الذين ينون بالتقدم بطلبات استجواب جديدة لأغلب وزراء حكومة روحاني وسط مخاوف داخلية من حدوث فراغ حكومي وبالتالي سحب الثقة عن حكومة روحاني واستراتيجية التيار الأصولي المتشدد في البرلمان وترص القوانين في إيران على أنه إذا ما تم سحب الثقة عن خمسة وزراء فيجب أعادة تشكيل الحكومة وترحها أمام البرلماني التصويت على منح الثقة مجددا ويقول خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الخاطئة ستؤدي إلى معاناة الأسر الإيرانية من أعلى معدل لتضخم تصل إليه البلاد بعد الحرب العالمية الثانية بل ذهبوا في رسالة مفتوحة شملت أكثر من خمسين خبيرا اقتصاديا إلى تحذير قادة النظام الإيراني من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن البلاد على وشك السقوط